أعتقد هي اختلاف ثقافات في نهاية المطاف كإماراتيين كخليجيين طبيعتنا بنتكلم براحة يعني بشويش هنا في مصر لقيت أنه فيه فعلا التحدي فيه قصة اللي هو التكلام السريع والأكثر كانوا من الستات الستات طبعا فكان فيه عندنا كذا يعني شخصية موجودة هناك في صلاة مصر فلما لا يحضروا أقولون يعني في عرضكم أنا يعني عايز أتحدوا شوي في الكلام أديني جملة مفيدة يعني الكلام يكون بطيء وعساس أني أنا أقدر أيضا أستواب يعني فطبعا فين وفينه لما أنا ضبطت الأمور وبدأت يعني أتدارك العمر وخلاص يعني بدأت الأمور تمشي الحاجة الثانية كانت استخدام الإنجليزي العربي يعني بيقول لك زي بهندلها 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 دي كلمة احنا مخترعينها دي اي دي يا جماعة حدلها يعني ليه تقول هندلت ها بني تقول هندلت بشيارها صح صح ببيت عيتنا برضو براءة اخترعها مصري ده مصري حتى مع الوقت بديت أنا أخذ اللهجة يا ولما أروح يعني أنت أخذت اللهجة اللي إحنا أصلا بنترق على بعد فيها بنقول إن دي غالب انت تطريت تتأقلم دي لهجتكم ما حد يترط فيها يعني فلما أروحت البيت الشارقة يعني أروح البلد يعني أروح أتكلم مثلا مع الستة الولدة والأخواتي والأخوان بيقولولي أنت أصبحت مصري يعني تتكلم مع أنا مصري ليه لهجتك كنت كنت أتكلم معهم بشكل حتى تلقائي أني أتكلم معهم باللهجة اللي هي المصري يا مرحب في شغل عالي تقدروا تتابعوا حلقات شغل عالي الموسم الثالث على كل مرصات الديجيتال ميديا على يوتيوب فيسبوك انستجرام لينكدين وعلى تويتر كمان على كل مرصات البودكاست أبل بودكاست جوجل بودكاست وأنغامي وسبوتيفاي كمان تقدروا بتتابعوا كل المبادرات اللي بيقدمها ضيوف البرنامج لدعم وتمكين الشباب فرص عمل وفرص تدريب على منصة upscale-eg.com يا مرحب في شغل عالي حلقة النهاردة ضيف عزيز وصديقة عزيز مهندس سعيد الهاملي رجل اتصالات من التراز الأول رجل بيزنس من التراز الأول رب أسرة من التراز الأول فاحنا سعداء مبسوطين جداً أنك معينا النهاردة في شغل عيد أنا شكر لكم أولاً الفرصة شكر ليك طبعاً أنتي الوقت عزيزة وصديقة يعني نعتز فيك وأنا من الناس اللي بحب مصر بحب المصريين لي كان فرصة أني أنا أشتغل في مصر وكانت يعني فرصة من أرواح ما يمكن بالنسبة لي بالنسبة للسوق المصري وأيضاً للناس اللي اشتغلت أنا معاهم وليه ذكريات كتيرة يعني في مصر وأيضاً زوجتي كانت معاي وأول طفلين جبناهم أيضاً كانت معانا في مصر في مصر التوأم عادي وميتة يعني أفتخر في وجودي معاكم وأشكركم يعني على هالفرصة ده الشرف لنا إحنا مهان سعيد عايوزين النهاردة في الساعة المتاحة لنا معاك أنه نستفيد منك من خبراتك بأشكال كتيرة فاسمح لنا نكون طماعين إن شاء الله بنحط كده في حياة كل إنسان حقق قصة نجاح تايم لاين أو مشوار ومحطاته بتبقى جزء من النتيجة أو المحاصلة النهائية للخبرات اللي هو عليها النهاردة لأنه دايما نشجع الشباب كده نقول وانت بتقارن شخص النهاردة بتقول الله يا بخته ده ناجح ومتحقق بس هو مشواره كان طويل جدا وكان فيه كتير جدا من المحطات محطات الفارقة في حياة مهان سعيد الهملي كانت إيه وبدأت من أول إمتى هذه لازم تكون لكل شخص المفهومية هذه بالطريقة اللي أنت ذكرتها أعتقد هي صحيحة لأن كل إنسان يمر في مراحب نحن نسميها صعود ونزول هي إزاي أنت أنا معلش أنا بتكلم شوي مصري يعني فتسمحون ده أنا مبسوطة ده أنت الأربع سنين في مصر برضو عملوا لهجة مصري شربنا من ميل وكل حاجة يعني فالتجارب اللي واحد يمر فيها يعني ممكن واحد يتعلم منها أكيد ممكن يعني يعظم من البسمية للنتائج الإيجابية ويشوف أيضا النتائج السلبية ويحاول أنه يتلافاها يعني ببداياتي أنا في اتصالات أنا بدأت طبعا قبل اتصالات دراستك لأنه حضرتك درست البزنس هي اتصالات وراي كانت كمان في دراستي بقيت أه فأنا من الناس اللي كانوا مبتعثين عن طريق شركة اتصالات فأنا لقيتها طبعا كان عندي فرص مختلفة أني أنا روح أيضا مبتعث كان واحدة منهم من القوات الجوية وواحدة كانت موجودة أيضا تبعت الاتصالات الاتصالات قالوا لي أنه هو هندسة كهرباء وأيضا في أمريكا وكان هذا هو الهدف أني أنا روح أمريكا فوقعت معهم عقد خمس سنوات زائد دبل المدة اللي هي حتكون بعد التخرج أني أنا أشتغل دبل الخمس سنوات يعني أحسن من كده ما فيش يعني ضمنت التعليم والدراس بالضبط يعني كأنها كانت منحة أنا بحول منحة منحة منها طبعا اللي هي تبعت الدراسة ومنها أيضا راتب كان فأخذنا لي خمس سنوات دراسة طبعا منها أول سنة اللغة زي من تعرف اللغة الإنجليزية ومن بعد الأربع سنوات اللي هي تخصص في الحندسة كاربائية فتخرجت في 91 وعلى طول يعني انضميت إلى التصارات كان يوم 14 جولاي سنة 91 فاكر فاكر التاريخ يعني وكان هذا أول يوم بالنسبة لي طبعا اللي يكون داخل أول مرة للعمل يكون يمكن مصدوم بالناحية التغير اللي يحصل له من أنه يكون طالب على مقاعد الدراسة والعمور اللي هي أكثر نظرية إلى أنه يكون في مكان عملي الحمد لله هم الجماعة لأننا شافوا الحندسة كاربائية والتخصصات التي أخذتها كانت كثيرة من البسمية التخصصات التي أخذتها كانت في مجال الراديو لذلك أوجهوني إلى أن أكون راديو انجينير طبعا الراديو انجينير فيه كذا حاجة الحاجة التي أكثر تخصص فيها من بعد هي الأقمار الصناعية فأنا كنت في فترة التي هي بداية التسعينات مهندس أقمار صناعية إلى حد ما تدبت إلى أن نكون من مهندسين الأوائل المشروع كان مشروع وليس شركة مشروع الأقمار الصناعية لاتصالات في الفترة الأولى وكان في أربعة أشخاص أنا كنت الرابع ده أنت في نهضة صناعة الموبايل أو تيلي كومينيكيشن مثلا صح في الأقمار الصناعية تمام الفترة هذه هي من سنة 95 أنا جيت في فبراير 95 ونضميت إليهم في المشروع وكنا أربعة بعدين بدأ العدد يزيد ونضم إلينا من أشهر الناس هو مستر جمال الجروان أكيد معروف فهو كان ماسك الكوميرشال كامل ومن الناس أفتخر فيهم وأحييه في المناسبة وما يمر عيد أو كده لا أسلم عليه هو صديق ومعلم بالنسبة لي أنا من الناس التي استفدت كثير منهم طبعا من 95 إلى 97 كانت مرحلة تنظيم العمل بالنسبة لي أو موضوع تندرينج المناقصات التي حصلت بالنسبة لي القمر الصناعي وأسسنا الشركة شركة الثرية كان هناك يمكن تحدي كبير بالنسبة لإنشاء شركة التقمار الصناعية باستخدام اللي هو الموبايل أريد أن نشرح للناس فرق الثرية موبايل الثرية والتأسيس بتاعه وفرقه عن الاتصالات التقليدية يعني ليه تم تأسيس وأساسه هي الوقت اللي كان موجود فيه اللي هي الترند تبعا هو الأقمار الصناعي كان في نهاية التسعينات وكان فيه كثير من الشركات اللي طلعت ويمكن منهم كثير أيضا فشلوا لأن هم ما استخدموا النظام الصحيح بالنسبة للأقمار الصناعية فيه ثلاث مستويات بالنسبة الارتفاع الأقمار الصناعية فيه الليو اللو Earth Orbit دائما EO هذه Earth Orbit فيه الليو وفيه الميو اللي هي Middle Earth Orbit وفيه الجيو اللي هو G-Stationary Earth Orbit الجيو الأعلى ويرتبع حوالي تقريبا 36 ألف كيلو عن سطح الأرض ويكون دائما متزامن مع دوران حركة الأرض وكان هذا اختيارنا بسبب أنه غير مكلف بالنسبة للتشغيل وأنه ثابت على مدار معين وهذا موجود معنا بالطريقة هاي نقدر نغطي حوالي 40% أو قريب الثلث من سطح الأرض فكان هذا الاختيار الأمثل بالنسبة لنا في ذاك الوقت عكس الشركات الثانية التي اختارت اللي هي الليو الاستفاعات المنخفضة يحدود 500 400 700 كيلو ارتفاع مالها لكن كان تشغيلها كثير مكلف وأيضا تحتاج تعديل وتبديل في فترة أقل حوالي خمس أو ست سنوات مرات بالنسبة لنا الجيو بياخذ حوالي 15 سنة لتغيير القمر الصناعي فتشغيل كان أسهل ويستمر المد أطول الحاجة الثانية واللي كانت أيضا قبول الدول في ذاك الوقت بأنظمة ممكن تتعد الحدود أنا مش عايز أكيد لكن هي بطريقة أن هم الشركات الأخرى كانت تدخل البلدان وتستخدم أو المستخدمين يستخدمون هذه الخدمات بدون موافقة هذه الدول فنحنا دخلنا بطريقة مختلفة جدا كون نحنا في التصارات معروفة كشركة والمؤسسين الموجودين معنا كانوا من الناس لهم صوت وهم سمعة كويسة في الوطن العربي ككل طبعا أخصهم بالذكر محمد حسن عمران أستاذنا الكبير والشباب الذين كانوا موجودين أيضا لذلك اتجاهنا إلى أن نوع من الدول مثلا هنا في مصر تعاوننا مع تلكم إيجبت أن يكونون هما أيضا مساهمين في الشركة بالطريقة لما تساهم في الشركة لك أيضا صوت ولك أيضا مدخل ويكون شكل آمن للاستثمار في البلد بالضبط فدخلت معنا كده دولة منها السعودية منها قطر منها البحرين منها عربسات دخلت معنا الكويت المغرب ليبيا كده دولة ما شاء الله من الدول العربية دخلوا معنا وبالطريقة دي كان دخولنا نحن للأسواق هذه أسهل أو خلنا نقول مشرع وخلاص ما فيش حاجة تمنعنا من أن ندخل إلى الأسواق هذه بالأساس هم مؤسسين في شركة الثورية فكانت هذه استراتيجية جدا ناجحة وأعتقد أن تطورت وأصبحت جزء من فلسفتك في الحياة يعني أنت موانس سعيد دايما تذكر أنك تحب الشراكات هل دحقين دحقين لماذا تحب الشراكات الشراكات دايما تعطيش رغم أن في بعض الثقافات تسود فكرة الشراكات دائما ما تنتهي إلى خلاف صح هل مميزات وعيوب هو الاختيار كويس أن الواحد يختار من يشارك هذا مهم هذه من الأشياء التي يتعلمها أنك أنت تعمل البروبر والباقي طبعا رب العالمين أنت عملت اللي عليك أنك أنت تأخذ الأسباب وأنك أنت تختار الجهة المعينة والشخص المعين طبعا إذا كان هو صاحبك وكذا وكذا قد تكون في بعض الإشكالات الأخرى يعني في البداية ممكن تكون الأشياء كويس بس بعدين نصير الأسوأ خلاف أفضل بالنسبة للإنبسمنت أنا عندي مبلغ أه بس هو عنده مبلغ أنا هدي 50% وهو هيجيل بالـ 50% الثانية بطريقة دي أنا ممكن أصرف 50% الثانية في حقا تانية بالشكل هذا في نوع من الإنبسمنت بطريقة معينة بحيث أن الشخص اللي يكون معاي هذا أيضا هو عارف أنا بدي له من معلومات من معرفة وهو هي دينك يعني وضوح الصلاحيات لكل واحد من الأطراف في الشرك يعني من الناس اللي نتكلم معاهم عندهم يعني دخول في سوق معين أنا عندي الآن مثلا أشخاص معين أتعامل معاهم داخلين في سوق أفغانستان تمام فبالطريقة دي أنا بالضرورة أني أنا أقول أني كنت أشتغل في أفغانستان وأعرف الناس وإلى آخره وبالشكل هذا أنا أخش الوحدي لا أنا أذهب معاهم طريقه بشكل معين هو أعمن بالنسبة لأنا وهو يعرف السوق لأنه أيضا أفغاني وهو داخل بالنسبة للحكومة وإلى آخره أيضا الوضع هنا في مصر نفس الكلام شركائي اليوم الموجودين من أقوى الناس معايا أنا في شركة سياتل معاي باش مهندس جمال شريك مصري جمال السادات معاي ومعاي محمود عثمان أحمد عثمان شيرمن لمجمومة عثمان وأيضا معاي أحمد حلمي اللي هو كان معنا في شركة تصلاة كان ماسك ال دولة الثلاثة يعني اليوم أنا أرفعت السماعة أكلم محمود بي أكلم مسر جمال أو أكلم أحمد والله أنا عندي حاجة في موضوع كده كده ونحتاج حد يشوف لي الموضوع مثلا على احنا عندنا كده مصطلح نقول الشريك الوطني الشريك الوطني لما بروح سوق جديدة مهم جدا أن يبقى ليا الشريك من فهم الثقافة وفهم النظام العام في البلد حددتك ذكرت موضوع أفغانستان مصر صح هذا بعد ما طلعت من ثورية جلست فيها تقريبا تسع سنوات طلعت في 2006 وطبعا اللي رحب بي وحضرني اللي هو مستر جمال الجاروان اشتغلت معاه هو كان ماسك في ذيك الفترة موضوع الـ M&A والقسم كان عبارة عن جزئين رئيسيين جزئ اللي هو فيه التطوير وفيه القسم الثاني اللي هو الـ يعني هو بيخلص من M&A وبيرمي علينا فكانت الفرصة ممتازة بالنسبة لأنني أنا بدأت أتعامل مع شركات اللي كان موجودة في ذلك الوقت وكان فيه مشروع لسه جديد طالع اللي هو مشروع التصالات أفغانستان في الفترة هذه اللي هي 2006 2007 لذلك أنا مسكت المشروع من أوله اللي هو مشروع اللي هو الأفغانستان بس ليس لأنني أنا كنت سيو بس أنني كنت تبع الاتصالات كجروب الطريقة دي كان معاي في القسم يعني شباب مثلا HR finance حتى legal معاي technical هذا كان ربورتنج لي ممكننا نعطيهم المساعدة محتاجين finance محتاجين resources محتاجين كذا فكنا نلبي طلباتهم وأيضا نعمل لهم زيارات ميدانية فكان هذا من ضمن الأشياء اللي عملتها أني أنا رحت زيارات ميدانية لكل الشركات اللي كانت تابعة الاتصالات في أفريقيا هنا في مصر جيت في السعودية تنزانيا السودان إلى آخر وأفغانستان طبعا الأسواق النشئة في مجال التاليقون فرصها أفضل في أنها تتطور لأنه أنا كمان أسألك عندك كلمة دايما تقولها كده تقول أنه ما فيش حاجة اسمها تقدم بدون تالي كومينيكيشن صحيح مش كده صحيح السوق ناشئ ولسه بيبدأ في مجال التالي كومينيكيشن ولا سوق عريق لكن أو قديم في هذا المجال لكنه عنده مشاكل أو تخبط في القوانين أو يعني بيتحرك ببطء مين اللي فرصه أكبر في التقدم بسميها النظار شوية ممكن يكون كذا يعني دايمايشن ففي دايمايشن اللي هو القواعد اللي هي الأساسية تكون صحيحة وهذا مهم أن يكون الريقونيشن والأمور هذي كون واضحة جدا بالنسب للمشغل الحاجة الثانية اللي نسميها الماركت دايناميكس نفس نفس يعني بالنسب أنا مثلا أنا أتكلم كسعيد الهامن وأعتقد أنه هذا لكل بسميها الشركات يعني أني أدخل كاتصالات اليوم أو شركة معينة أدخل إلى سوق أوردي ديبلبت أو هاف ديبلبت أفضل لي أفضل لي لأن أنا كاتصالات دخلة مصر مثلا كان أفضل أن هي دخلة رقم ثلاثة لأن السوق أوردي مطور بطريقة معينة ويفهم يعني موبايل ويستخدم على الأقل اكتشف المشكلات وابتدأ يتعامل معها والفرص بانت ليش أننا زي ما إحنا فاكرين لما دخلت متأخر لا أنا أتكلم على المستوى البسامية الزباين نفسه كاستخدام بالنسبة للخدمة وإلى آخره أنا مش هعمل يعني من أول أني أنا أروح وأعمل تعليم للناس وأطوارهم وأقولهم يا جماعة هذا الموبايل يستخدمون بالطريقة والكلام هذا لا السوق جاهز يعني المرحلة التي نسميها الوريينتيشن خلصت السوق المصري كان جاهز لإستقبال المشغل جديد لأن في ذلك الوقت كان 40 أو 50% يسمون الماركت بنيتريشن يعني عدد الزباين التي كان موجودين في ذلك الوقت بالنسبة ودفون ومبنيل كان حوالي 40% أو 50% في الحدد فكان فيه دسة مجال أن شركة ثالثة تضخب فإنما دخلت لشركة الاتصالات كسبت السوق يقول يمكن الوضع يمكن أن يأتي من مهمين تمام yes size أو بالنسبة لتايمينج دول حكتين مهمات بالنسبة أي مشغل أو أي بزنس حتى يمكن أن أضع عين على size أو time آه لأن أنا شركة كبيرة أوي عندي إمكانيات أن أنا 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 موجود بـ deep bucket أنا أعمل تسويق للخدمات بتاعتي وأطور وأعمل وأخر أنا كبير كبير الحتة من أغلوية تمام الحادث الثاني كونك أنت لسه جديد جاي تفقد الميزة هذه لكن عندك شيء ثاني مهم تلعب عليها التي هي timing فأنا أول واحد دخلت في السوق المصري بتكنولوجيا جديدة التكنولوجيا الجديدة تسمح لي أن أنا أنا أنافس بشكل مختلف مغاير يعني ما أدخلش جديد على سوق وقدم نفس الخدمة الموجودة أصلا في السوق فأنا كده فقدت المستين اللي عند هي الفكرة أن الشركات الثانية كان عندهم تكنولوجيا معينة صعب عليهم أن يغير التكنولوجيا لأن مكلفة لذلك هو مثل بالطريقة دي أن هو دائما متأخر عن التصالات أو أن هو يصرف الفلوس ويطور التكنولوجيا الموجودة ويحدث ها بطريقة معينة على أساس يواكب ويماشي الحاجة التي حصل في مصر كانت بالنسبة لك الرحلة أو المشوار ما بين أفغانستان أو مصر مين كان أنقح مين كان أمتع يختلفون أفغانستان بالمناسبة كنت نداني جمال الجروان وكان مدايق وخير قال لي والله لدينا مع السيئو تبع التصالات أفغانستان ونحن نستبدله ونحن يروح تلوق قلت لي شالله مين قال لي تروح أنت قلت آه أروح فهو عمل هتروح يعني أتأكد قلت أروح أنا أخدمك بيني أنت عايزنا أروح أروح طلب واحد قال لي ثلاث شهور وأرجع خليني كده زي التمبرر يعني رايح سيئو لحد ما تمشي الأمور ونجيب بعدين حد ثاني ويمسك قال لي خلاص يوهد فأنا رحت ثلاث شهور صار أربعة وخمسة ستقيب الرائل إمتى ما فيش قلت قلت أنا معاكم مستمر إن شاء الله وانسوا موضوع أن تقيب فعلا موضوع حلو لماذا؟ لأن موضوع في أفغانستان كانت بداية الشركة بداياتها بداياتها أنا فاكر لما جيت كانوا يبعثوا لي سمس يومية بكم عدد الزباين المشتركين فتخيل كان عندنا 40 15 20 20 قلت ايدي أنا فاكر العرقمزي مشارفة أقول هلهم منك صلاة مصر كان يعملوا مليون في الشهر وهي موبايلي في السعودية كمان بنفس العملية مصر سوء لا يقارن من حيث الحق بدايت عندي مبدأ في الحياة ويمكن هذا أيضا لأشياء كثيرة منها الزواج منها فهي المبدأ هذا أول حاجة افهم وتعلم والحاجة الثانية خطط على المبدأ الرئيسي اللي هو الفهم تعمل تخطيط من التخطيط تعمل نفذ ما بين الأطراف الثلاثة هذه تأخذ رأي الإدارة العليا فلما تكون عارف الإدارة عايزة منك والشركة عايزة وكل كل هذا تعملها بطريقة معينة تحط الخطة الصح وتشارك أيضا أني أنا هعمل 1 2 3 4 للإدارة العليا من الناس معاك فيصير في نوع من البسمية الإنسجام ما بين الأطراف كلها ولما يصير فيه تنفيذ التنفيذ يكون أيضا بدقة كبيرة وصحيحة ميتينج الأطراف كلها هذه الشكل هذا فهذه افهم بعدين خطط ونفذ هو نفس بتعمل أي غير كده يعني أي الترتيب الغلط مرات يكون واحد فاير فايتينج يعني خلص خلص وتفهم كامل لأن أنا مثلا رحت أفغانستان كسوق جديد فلازم أنا فهم الريغوليتر عايز فهم فكره وإيه أنا عايز أعرف بس المية وضع الشركة كمان الناس اللي موجودين عندهم مشاكل رحت السوق أنا شخصيا السوق للناس اللي بشتغل الشارع والناس اللي ببيع الكروت والكلام هذا معاي مترجم في شركة الهلة الصلاة وقلت لهم دول أنا عايز معاي في المكتب مش عايز حتى هذين الأشخاص صباحة 2-3-4 هذين يجيبوهم عندنا وعايزين يشتغلوا معانا من المكتب كون أنهم عندهم أفكار وعندهم أمكانيات كبيرة نحن نحضرهم في مكان زي المحل ومجالس ومقبوط وكلام هذا هذه كانت كان هناك إعلان موجود للتصالات وقلت أن الإعلان مكتوب أن قيمة SIM card تابعنا 500 أفغاني 500 أفغاني وقال ماذا قالوا المودي معنا 150 هذا مباريس كبير كبير وعندما المعادي المعادي داخل الخط تابعنا أفضل كفاليو لأننا نعطي 500 وفيها 500 دقائق مثلا خمسمية خمسمية كأننا نعطينا SIM card free هم الجماعة أعطينا 150 وفيه 100 للمكالمات يعني كأنه بحساب السعر هو سعره أغلى هو 50 أفغاني سعر الخط الكرت و100 اللي هي البيئة قلت طيب هذه معنا نحن أحسن ليه ناس ما تيجي عندنا تسويق قلت لهم أنا شوف تعملون تروحون عند كل بيلبورد إنه قيم 500 تشيروها قالوا ما نقدر نشير لقد قلت بطيبة ولزقة لما أكتب علينا free 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 this card free لما يقيل لك أشرح هو ليه free بس بالطريقة دي ماركتينج يعني كان ناسهم طريقة تسويق الخدمة فاكر الاسم كان اسم ريقان ريقان معناها free ريقان بالأفغاني بالأفغاني كنت أكتبوها ريقان فلما يقول لك الشخص هو عارف أنه free يريد الخط تمام تقول لك هو free ليه فبدأت الارقام ترتفع 200 200 300 اليوم تمام بالأفغان فأشتغلوا بشغل صراحة نشكر هم عليها الجماعة وعملنا إعادة صياغة لكل المشكل ونزلنا للسوق وبأرقام مختلفة بدأنا نرى الأرقام التي هي 1000 2000 3000 بعد 10 20 20 50 في البداية فأرقام هذا في شهر 10 كانت تقريبا يوم 24 11 قامنا الريلونش قامنا الريلونش وقامنا هناك شيئا عجيبا بالنسبة للشعب الأفغاني لأنه لديهم الكثير من المشاكل وكثير من البسمية الهموم اليومية والآخر فقامنا طيب يا جماعة فرحوهم يعني ستفعلوا الريلونش وقامنا فرقة موسيقية مثلا عملنا فرح عملنا فرح وقامنا المبنى الاتصالات والناس جمعت وقامنا هذا عملوا الأشياء مثل هذه المكان لمكان يذهبون لأفغان الثاني أحب الأفغان أيضا يحب الأشياء التي يعطون إليها بدلا من تعمل بيلبورد وإعلان وكلام هذا قامنا يجيبون البجت واشترو لهم حاجات هدايا هدايا أنت اشتريت خط وخذ قسيمة فيها ربح أوكي شو ربحت أو ربحت أنا بنسل ربحت شنطر شنطر حاجة كده لقيت أن هذا أيضا عليق بالكبير يعني يحب هذه طبعا نحن ليس بس موترسيكل وحاجات كبيرة سيارة حاجات زي كده تتراوح اللي بسميها الهدايا وبرضو اللي بيسمع هي نفس الميزانية أنت ما بتبقاش بتكلف الشركة زيادة أنت من نفس ميزانية التسويق لكن طرق التسويق التقليدية مش لازم تكون بتنفع في كل مكان هما بيقولوها أنت كنت بريبين نفس لكن لا بريب ولا حاجة لكن هي فكرة أن أنا بدي لك البينيفيت بدل ما بدي لحد تأخذ البينيفيت ككسمر وأنا مش خسران حاجة بالعكس بعد كم سنة في أفغانستان ثلاث سنوات ونصف في أفغانستان في مقابل أربع سنوات بعدهم في مصر كانت مكافأة لنجاحك في أفغانستان الانتقال إلى مصر ولا القصة قدت إزاي لا هي في البداية يعني أفغانستان أنا أنا براتبهم بالترتيب اللي هو الصحيح الثرية كانت نقلة نوعية بالنسبة لي أنا ونقلة للأمام لأن آخر وظيفة مساكتها كان في الثرية من بعدها رحت إلى الأوبريشن داريكتور أو منجر اللي هو الأوبريشن تبع تصلاة كجروب ودي دتني أيضا نوع من بالنسبة للبسمية التدريب والتعليم والخبرات وإلى آخر تصلاة أفغانستان كانت أول مرة دي أنا أخرج من الإمارات أني أنا أشتغل في الإمارات أنا يمكن أيضا دولي أنا بسافر كثير أنت مواطن عالمي الحمد لأ أنا بسافر كثير ودرست في أمريكا فأني ما عندي مشكلة في موضوع السفر طب أنت دلوقتي مواطن إماراتي اتخركت من الجامعة الأمريكية ودرست في أمريكا وبعدين خملت الماجستير بتاعك كان عندك فرص أنك تشتغل في الإمارات تشتغل في أي بلد أوروبية رحت للفرصة التي تبدو أكتر صحيح دي جزء من شخصيتك ولا أنت تعريفك للنجاح أنا تعلمت من أكثر من الوالد الوالد هو عنده إصرار في اتجاه معي إذا هو عايز شيء يعملها بالطريقة دي فدي حاجة أستفدت منه ومن ناحية ثانية أنا صريح صريح بمعنى صريح يعني أحد يقول موضوع كذا كذا أقوله كذا ما ألف وأعمل اللفة دي والكلام الحلو والكلام لا أنا أقوله هي الحاجة الثالثة والتي دائما يسألوني فيها أني أنا أبتمستك يعني متفائل بطبيعتي تجد فرصة يعني شوف فرصة أنت شايف أنه هذه فرصة تمام فيها فرصة لكن التفائل يدفعك إلى الفضول هذا أن أنا روح وممكن أشتغل هذه من المناسبة فرصة أفغانستان غيرت كثير من حتى منظار الإدارة العليا بالنسبة لي أنا هم كانوا شايفين شخص عادي أصبح شخص غير عادي كان من ضمن الناس العاديين من ضمن القيادة العليا كان فيه عمل وزي الاختبار وحق زي كده وجابوا شركة معينة والله ماس ياسمها يعني وكنت أنا من ضمن الناس اللي عملوا لتقييم هذا خلال فترة ما كنت أنا موجود في تصلاة أفغانستان وقالوا أنا كان 95% مثل وقالوا هذا من 5% من الموجودين عندك في شركة التصلاة وقالت أوكي أنا مشعار بس أنا جاوب أنا كويس كان فيه اختبار مكتوب وكان فيه مقابلة وفيه كان أيضا الناس الكليك يقولوا عنك يقولوا عنك من الثلاث الأشياء هذه وعلى هذا الأساس قالوا لي لديك فرصة أنك تذهب لإتصالات مصر كان هذا في بداية 2011 وانت عارف ما حصل فأس صعب وتحدي سي صعب لذلك عجلوا العملية وقالوا لأننا لن نمشي فيها لأن هناك آخر داخل مصر لذلك العملية وقفت وان مرجعت في 2011 كان تغريبا في وسط السنة تغريبا انتظرت نهاية السنة وخلال السنة تقوست مراتي الحالية مصر والشاء حلو عليك دكتور هند هاجري لازم أذكرها بالخير كل حاجة في حياتي تغريبا هذه زوجتك التي أصرت معك مصر أصرت ولحت بشكل قوي لن أرى أن تذهب لك طبعا هي تريد معك ولكن تريد مصر تحب مصر تحب مصر هي دكتورة أسنان وكانت عايزة تعمل المجستير كان عندها مجستير سابق في الإدارة وكانت عايزة تعمل مجستير ثاني في الطب الأسنان في مصر وأخذت الموافقة كسكولرشيب من الحكومة وكانت معي ودرست المجستير طب الأسنان في مصر لكن لم أكمل بسبب أسباب التي حصلت في 2014 فهي كانت حامل بالتوينز الأول عاري وميثا وقلت لا تحب كم توينز أو توينز كم توينز 2-2-1 ينفع أن نقول مصر الاختلافات اللي حصلت عن كل التحديات اللي فاتت يعني أول حاجة جيت مصر إيه اللي لاحظته مختلف أول ما جيت فترة الأولى أنا قلت عايزة رجع بجان جد لأن مختلف جدا عدد الناس أكبر مش دا مش دا أبدا نتكلم عن المهنة نفس لأن رحت تلتصال أبوانستان كان ستار فكان فيه نسبة نجاح كبيرة جدا التصالات مصر كانت شركة ناجحة بما كل ما تعني الكلمة الأخ المهندس صالح عبدولي عمل العجب يعني هو والشباب المعاه يعني حزم متولي وحسن الله يعطيهم الصحة يعني متولي الآن هو حزم متولي هو الحالي والشباب كانوا موجودين يعني عملوا كثير من الأشياء في السوق المصري فقلت نفسي أنت ستعمل أي طيب الله من الجماعة الموجودين ما شاء الله أعمدها يعني ومحققين النجاح نجاح كبير وبعدين لما نحضر أنا أحضر مثلا الاجتماع أكون مهر جدا بالمستوى والمعلومات والثقة الموجودة بالكادر الموجود ما شاء الله حاجة تفرح بالنسبة لي أنا أقول طيب أنا أنا حظيف حامل طيب فبدأت بالتفكير بالخطة التي هي الدراسة والمعرفة والخطة الفهمة وبعدين التخطيط وبعدين التنفيذ هذه الوصفة بتاعتك مستد نعم بدأت أستقبل الشباب واحد واحد طبعا على الزهم طبعا بوب يهاب رشدي سيافو للشركة لسه موجود هو صديق حبيب وعزيز طبعا لما كنت كان يوميا هو معي في المكتب نتدارس ونفهم ونعرف وطبعا من غير القصص اللي هي بتضحك مين اللي علمك اللهقة المصري فيهم في الفريق بالله أنا أعتقد الكل أكتر بس أنت قلت لي أنت كان عندك صدمة حضارية في اللهقة المصرية إيه اللي دايقك استغربت إيه أنا ما بقولش أني أنا دايقت لا أنا بقول أني لما جيت كان في رقم واحد موضوع السرعة كل كلام أنا أريدك تقوله على الهوا عشان نبطل نتكلم بسرعة لا لا هي مش عيب ولا غلط يعني لأن أعتقد هي اختلاف ثقافات يعني في نهاية المطاف نحن كإماراتيين كخليجيين طبيعتنا بنتكلم براحة يعني بشويش هنا في مصر لقيت أن فيه فعلا التحدي في قصة اللي هو التكلام سريع والأكثر كانوا من الستات الستات طبعا الستات فكان في عندنا كذا يعني شخصية موجودة هناك في صلاة مصر فلما لا يحضروا أقولهم يعني 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 عايز اتهدي شوي في الكلام يعني الكلام يكون بطيء وعساسي أنا أقدر أيضا أستوب يعني طبعا فين وفين لما أنا ضبطت الأمور وبدأت يعني تدارك العمور وخلاص يعني بدأت الأمور تمشي الحاجة الثانية كانت استخدام الإنجليزي العربي يعني بيقول لك بهندلها 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 دي كلمة احنا مخترعينها دي اي دي يا جماعة بشيارها صح بطاعتنا براءة اختراع مصري دي مصري حتى مع الوقت بديت أنا أخذ اللهجة يعني أنت أخذت اللهجة التي نتطرق على بعض فيها نقول أن دي غالب تطري تتأقلم دي لهجتكم محد يتطرق فيها فلما رحت البيت الشارقة يعني أروح البلد يعني أروح أتكلم مع الولد والأخواتي والأخوان بيقولوني أنت أصبحت مصري يعني تتكلم معنا مصري كنت لقد أتكلم معهم بشكل حتى تلقائي أني أتكلم معهم باللهجة المصرية لذلك التحدي الذي كان موجود طبعا غير موضوع الكلتشير هذا موضوع الذي يسميه المستوى العالي جدا بالنسبة للموجودين كانوا من الشباب وشابات المصريين من العلم طبعا نتكلم على كل المجالات قسم التسويق وقسم الفينيانس وقسم الهندسة وكله حتى على مستوى السكرتاري المفهوم الذي عندهم مفهوم عالي جدا يعني أنا لم أكن حاس أني أستطيع أن أضيف شيء إلا أن أنا أبدأ أفكر بشيء للمستقبل نعمل الشركة هي ماشت في مرحلة بسمية نمو سريع و growth سريع الآن هي محتاجة أن تستمر في النمو ويكون فيه نوع من التوازن و محتاجة نوع من التوازن بس دي نقطة جميلة لحدتك بتقولها أن لفت نظرك مستوى الكفاءات النوع نعم صحيح دي مهمة جدا أنا كنت أفعل تست أفعل 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 نعمل كميت كده تعمل حاجة الفلانية أفعل أعرف الناس الموجودين كفاءتهم وإمكانياتهم يبهروني بالنتاج الذي يقبوها شيء غير ما أنا متوقع عنها بزيادة يعني ويقوم بطوروها ويستمروا أن هذا أصبح القسم والكوميتي هذه أصبحت تحسين مثلا الكابريج أو تحسين مثلا الخدمات التي هي التجوال الروميج إلى آخر في كذا كوميتي عملناها بالشكل هذا الشباب ما شاء الله عليهم يعني كان قد المسؤولية وأعتقد أن كفاءات قوية جدا لا يمكن الاستغناء عنهم الشباب تحدي أنه يبقى فيه كفاءات عالية ده تحدي حقيقي موجود يمكن في مصر أنه كفاءات عالية لكن دائما يشعروا أنه هم يستحقوا فرصة أفضل أو ممكن يقدموا أفضل صحيح حضرتك رسالتها زي ده والله شوفي عندنا نحن يعني حقيقي كلام دول ولا ده شعور غلط عند الناس الكفاءات موجودة أعتقد يعني طبعا دائما في كل شركة في كل هيئة في كل مكان نحن كلما نصعد الفوق كلما يضيق المكان الفرص الفرص تقل والفرصة تأتي لشخص بدل مثلا أربع شخص وطريقة دي المنفذ لكي أنا بسميه زي التنفس هذا مبدأ اجتهد فيه قصة اللي هو لأن الشركات بتعمل زي اللي هو بسميها ومن بعد بتبدأ تعمل تفتح مجارات إذا ما تعمل الحاجة هذه اللي هو التجديد في الـ تجديد تجديد دماء تجديد حتى في المسميها اللي هي أداء العمال والفنكشن فأنا بقول أنا عايز أفتح مثلا قسم جديد فكرة جديدة فالناس بتيقي بتتاهب فأنا تشتغل في المكان هذا دي فرصة جديدة بالنسبة لهم إنهم يعملوا حاجة جديدة فعملت من الحاجات الجديدة عملت فريق أسميت أوسامة فريق فسمته أوسامة ليه أوسامة إلا أن الشباب اللي موجودين فيه O S A M A هؤلاء اللي كانوا موجودين فيها عمر كان واحد شريف تفكرهم بالاسم أحباي بصحابي وأحمد حلمي اللي معاي دلوقتي بسياتل ومحب التكنيكاتي وإلى آخر فالشباب كانوا موجودين وقلت لهم طيب أنتو عايزيكم تعملون لي حاجة جديدة أنا أفكر أنا أغير الشركة من أنها تكون فانكشنال يعني أورجانزيشن أنها تكون هي سيجمينتد معنى ده تغيير مثل ما قلون من وفقي هيكلي هيكلي طمام فالفكرة أنه كان مثلا حسن وكان في معانا مثلا سي أمو تمام تبع له الماركتين فدي فانكشنز موجودة في الشركة فقلت لهم لا نريد أن نروح للسيجمينت بطريقة أننا نريد أن نركز على الكوربرت ونعمل تركيز أيضا على موضوع الريتيل فالريتيل سيكون فيه فريق وتخصص عينة أو سيجمينت متخصص فيها الناس يكون متخصصين في مجالات الأعمال مالهم ودول التي تتبع الكوربرت محتاج الناس مختلفة شكلا ومضمونا واللبس الكويس لأنه يتكلم مع شركات وتطوير الأعمال فيها مختلف تماما عن الكنسومر بشكل هذا تنعزل لحاكتهم معا عملوا شغل قامد الشباب وجدوا الفرص متاحة حتى على مستويات المدارس الفرص المجرات مختلفة كثير ففتحوا بقال أفكار جديدة وعينوا الفريق هذا عينوا فيها الناس وكذا الأخير العساس أنه يكون فيه نوع من التخصيص الآن للسيجمينت بالشكل هذا ونقلنا كان فيه أيضا مع الموجودين أن لا نحن نعمل كويس وشغالين كويس وشغالين يعني كان فيه هذا وهذا عمر طبيعي جدا والتعامل معاه دائما أنك تخلي الناس يكون باي إن أنه يكون معايك وليس ضدك يشتري الفكرة يشتري الفكرة يشتري الفكرة موانس سعيد من ضمن الحاجات التي مهتم بها ومشغول بها بعد قصة نجاحك الكبيرة في مجال التالي communication أن أنت شايف أن الاستثمار في مجال تكنولوجي endless صحيح مغششنا بس مخاطرة في مخاطرة كمان مخاطرة بمعنى يعني أقصد أقول هل التكنولوجي مرتبطة بكل مجال يعني إيه الفرص اللي ممكن نقول المنطقة العربية ممكن تكون فرص ذهبية في الفترة القادمة ومهمة جدا نحن نركز عليها الاستثمار قبل ما نوصل إلى النتيجة هذه أعتقد محتاجين نعرف اللي حاصة في العالم على العموم من نواحي اللي هي الاقتصادية التكنولوجية ممكن تكون جزء منها أيضا سياسية فحاجة اللي هي مثلا رئيسية موجودة إيجاد اللي بسميه المنافس للصين اليوم وهو بقولوله كمصطلح كمصطلح يعني دولة تانية تكون أيضا منافسة للصين اليوم بنفس الموديل بتاع كينة بنفس القوة البشرية بتاع كينة هي تشلنج بنفس الوقت هي أمورتونيتي آه طعم تمام يعني الواحد ينظر اليوم إذا صار مشكلة في الصين صار فيه نوع من وده للعالم كله اختبر وقت كورونا متهيال فلما صار هذه العملية صار فيه مشكلة حتى اللي هي بسميها التشيبز كتصدير للتلفونات للتلفزيونات للسيارات وإلى آخر كان فيه نوع من الشح فيه تصدير اللي هي أشباه المواصلات المايكرو تشيبز المايكرو تشيبز وإلى آخر فدي فرصة أيضا واحد ينظر لها أن هي موجودة بالشلنج تبعها كمان في نفس الوقت تمام فهي ليست سهلة وليست بسيطة ومين أكتر دولة مرشحة تبقى موديل شاينة بلس وين والله أنا بتكلم عن مصر كمستوى أنا أنا دلوقتي يعني أتخيلت كده قوة بشرية الموقع كل حاجات ممكن تؤهلها بالضبط بالضبط موجودة هنا كل حاجة أعتقد في مصر وهي أيضا كسوق واعد وأيضا لها مدخل إلى السوق الأفريقي والميدل إيست كامل ميناء وأيضا أوروبا يعني ما فيش حد أفضل من موقع مصر الاستراتيجي وكون أنها مصر أيضا هي مرحبة وبلد يعني آمن سيف هبن يعني لكثير من الجنسيات التي هي موجودة في مصر وهي أيضا صديقة لكل فما عندها يعني مشكالية في أنها تتعامل مع أي دولة موجودة في الجوار يعني لذلك أعتقد مصر عندها موقع استراتيجي وعندها إمكانية أنها تكون أيضا منافسة في المستقبل إن شاء الله من ضمن الترينس العالمية برضو في الاقتصاد والأعتقد أن الإمارات يعني سبقت واهتمت بسرعة الديبانكينج صحيح هذه النقطة الثانية اللي هي فكرة الديبانكينج وإنها يكون عندكم اللي هي العملات المشفرة وإلى آخره فده ترند عالمي موجود ليه بعض الحكومات بتشوف إن ده غير قانوني أو عندها مشاكل في إنها تشرع أو إنها تضبط يعني يعني أقصد أقول لو دولة ما قاومت العملة الرقمية وقالت لا ده مش مناسب بالنسبة لي هل هتقدر تواكب يعني والله شوفي الفكرة اليوم مثلا نحن إن نتعامل مع شركة موجودة أعطدث في سامق فورا الشركة دي عندهم موبايل أبليكيشن وعندهم كل العملات اللي موجودة اللي ممكن تعرف فيها يعني فكل العملات اللي هي مشفرة موجودة معاهم وكترة موبايل أبليكيشن في اليوم مثلا مطاعم موجودة أو محلات موجودة أعتقد بالإمارات الموجودة وفي بعض العماكن يقول لك أنت أريد أن تدفع بالدولار أريد أن تدفع بالكريدت كارد أريد أن تدفع بالبيتكوين أنت مسموح لك أن تدفع بأي طريقة وهذه المحفظة التي موجودة معهم هذه الشركة موجودة بطريقة معيرة لديهم أمكانية أن يصرف فلوسها بأي طريقة مسموحة بها لذلك اليوم أن هناك دولة تمنع هذه العملية هو موجود معها المحفظة جاهزة بإمكاني أن يذهب إلى أي مكان ويستخدمها فكأنني لو قومت هذا الشكل من أشكال التطور الرقمي سأخرج براء السوق هذا هناك فرص أعتقد أن ينظرها من ناحية الفرص من ناحية الثانية إذا كان هذا أمر أمني لماذا لا نتماشى ونتماهى معه ونحاول قد لا نستغطبها ونتعلم منها فأعتقد هذه فرصة ممتازة لأي دولة يعني إنه يكون عندك التكنولوجي ذي اللي هي بسميها البلوكشين الأشياء هذه المستحدثة الجديدة الارتوفيشال انتليجنس إلى آخره الواحد ما يعارضها لأنها جاية جاية في ناحية المطاب وبالطريقة دي أنت ممكن تفوت على نفسك فرص في موضوع التعلم وفي موضوع أنك أنت تعمل الادابتيشن للتكنولوجي وانسعيد من ضمن الحاجات الترندي قوي في مصر وانت أكيد متابع وبتزور مصر كتير الشركات الناشئة سوق مصر سوق مصدر للستارتوف بزنس يمكن ممكن الشركة تبدأ في مصر تكمل في الإمارات تكمل في السعودية تكمل في أي دولة عربية أو عالمية لكن عندنا زي ما حضرتك قلت كده عقليات يعني نابغة بجد فإنها تطلع حلوله لأن سوقنا كبير لكن كمان عندنا تحدي عاوزة شركة كبيرة أنه أحيانا تتكرر الأفكار أنه أنا نجحت في مجال الأسواق الإلكترونية مثلا فعشرين شركة بتعمل نفس الحاجة الفينتك بقطع كبير جدا بيشتغلوا فيه فمعظم الناس بيشتغل في مجال الفينتك برؤيتك كونك بردو مؤسس لستارتابس كتير رؤيتك أنه إيه أفضل مجال أو طريقة لبدء ستارتاب وإيه أفضل مجال للعمل فيه مرات الواحد ما يقدر يتخله أنه إيه الأفضل ما فيش أفضل ما شاء الله يعني بالنسبة للي بسميهم المؤسسين عندهم أبكار كثيرة هل الأبكار هذه لما تيه تعمل لها اختبار بالنسبة للسوق هل يتقبلها السوق ولا لا هذه مهمة جدا هل أنت تحتاج دعم أكبر من جهات أخرى لأنها تساعدك بأنك تنجح ولا لا أنت تقدر تمشي شوي لوحدك لوحدك بطريقة معينة بحيث أن تكون جدا ناجح ففيه كثير من الأشياء اللي أنا شفتها من الناس اللي مثلا بيقولك أنا عايز حد يساعدني في المجال الفلاني وعايز شركات وعايز طبعا هذه الاعتمادية هذه ممكن تخلي الواحد يفشل أكثر غير لما نقول أنا حبدأ وأنا حشتغل ولو حد ساعدني هقدر أكمل أفضل أنا أبدأ بشغل حتى بسيط يعني حاجة تكون ممكن تكون حتى على ثلاثة أربعة متسك مثلا هو عامل بزنس وإلى آخره بس هو شغال من البداية مع الوقت بدأ هو يددرج وبالطريقة دي الانسترز دائما ينظرون إلى الستارتوب هو عمل الدولار الأول ولا لا أو القنيه الأول ولا لا هو عمل ولا لا إذا عمل الفلوس هذا المنظار مختلف جدا شركة لسه ستشتغل يعني خليني أقولها بطريقة تانية أنت جاية تبيع لي فكرة ولا بتبيع لي بزنس موديل صح؟ فكرة على ورق مكتوبة لسه ما جربتش وما كسبتش ولا بزنس موديل أو أنت اشتغلت فيها وكسبت منه لازم تكون الشركة قائمة موجودة تمام يعني أنا هذه نصيحة للشباب أول حاجة إذا أنت عندك فكرة تعمل لها اختبار والاختبار هذا ممكن يكون عن طريق سيرفي وكذا والآخره ومن بعدها تبدأ تطور الفكرة هل هو موبايل أبليكيشن ولا هو حاجة موديل معين أريد أن تقربه لأنه سيحصل أنك أنت ستخطئ بطبيعة الحال وحتى الناس اللي ممكن يعارضونك أو ممكن يأيدونك إلى آخره ممكن يكون عندهم أيضا حاجات ممكن تكون خاطئة فبالشكل هذا تحتاج أن تتجرب الفكرة وتخطئ وتشتغل مع الوقت ستلاقي أنك أنت بشيء باتجاه معين ممكن في وقت من الأوقات ممكن تغير أشياء كثيرة حتى بالفكرة نفسة تطورها بطريقة معينة وتوصل إلى نتيجة يمكن تكون مدبلة ليس أنت اللي كنت فاكر فيها يعني أنه هعمل دي أصبحت هي حاجة ثانية يعني خليني أقول معك رقم واحد ابدأ ابدأ لوحدك الأول جرب الفكرة دي قبل ما تدور على فند أو دعم مالي هم ممكن الواحد يبدأ وياخذ منترشب المنترشب أنا أعتقد هي مهمة لأنه يتحطك على الاتراك الصح أنت تبدأ بالطريقة دي واحدة اليوم أنا عندي شخص ابن صديق يعني هو من السودان الشقيق بس هو في كندا يعني ياتصال بأبوه هو ابني عايز يشتغل ووقف الموضوع الفلاني قال طيب خليه يكلمني فلما أكلمني فكرة من أرواح ما يمكن فهو مثل كأن أكتشف حاجة غاب بالنسبة للإحتياجات اللي هي الزباين بطريقة معينة طيب أنا مش أقدر أقول الفكرة لا تقولش الفكرة الفكرة تبعته فكرة جدا مهمة لأنه فيه غاب معينة في البيزنس موضة تبع الحاجة اللي هو بيتكلموا فيها تمام هو في الماركوتينج أو التسويق اللي هو البرموشن والدعايات والإعلانات تمام هو لا أجي فكرة ومكان معين الناس مش منتبه لها فهو عايز يعمل السوفتر بتاعه أنه هو تميت الديماند وهو دايما يقال كده أن الستارتوب الناجح لازم يفيل دي جاب مش هاجي أعمل حاجة موجودة أصلا في الماركت وأنا هختراعها من الأولودين فالفكرة الآن هو عايز أني أنا أكون أيضا معاه في البورد في الشركة دي قلت طيب أنت تحتاج تعمل وأنك تكون عارف أن السوق محتاج لها وأنك تحتاج تعمل بطريقة صحيحة وتعرف ماذا المؤخد بالنسبة للبزنس هذا والمخاطر الموجودة وتدرسها بطريقة صحيحة على الأساس لما تقوم بالتنفيذ يكون عندك تنفيذ صحيح وبالطريقة دي أول ما تعمل البزنس الأولي والفكرة هي تنجح بمقام الأول هذه الساعة أنا أقدر أجيب لك منستثمرين تمام بالشكل هذا ممكن المستثمر يأتي لك ويشتغل معك اليوم نحن نشتغل مع شركة اسمها أوروم وأنا بورد فيها وهي موجودة في سان فرانسيسكو في أمريكا بدأنا من الحلال تقريبا أقل عن ست شهور يعني الشركة وعدنا مشاريع ستكون إن شاء الله موجودة في المينا زائد الهند هي متخصصة أكثر في الديتا سنتر وأيضا عندهم فينتشر كابتال اللي هو يتخصص مساعدة الناس اللي هم الستارتوبس لذلك أنا أقدر أيضا أساعد في الحد دي إن شاء الله حلو سعداء أنه نسمع الخبرة من حضرتك وأنت بتساعد في هذا المجال ودتنا وصفة للستارتوبس كمان إزاي ساعدت مدام عندي زوجتي دكتورة هند ممسي عليها يعني لما بتيجي سير الدكتورة هند تبتسم قوي لازم تحكي لنا عنها لا هي كشخصية يعني بداية يعني هي الإنسان اللي هو يعني يشبهني كثير بكثير من الأشياء اللي أنا أشبهها فيها وهي تشبهني فيه يعني شخصية قوية جدا وداما أخذ برايها يعني هي من الناس اللي عندها أفكار كثيرة ونشيطة بعملها اليوم هي دكتورة هي أم هي أيضا عضو في الاستشاري أو الاستشاري تبع الشارقة يعني بمعنى ثاني هي دبلوماسية زيك نعم دا دا كانها برلمان للشارقة يعني دي أيضا هي موجودة معاهم وأيضا عندها برايبت بزنس تباحة اللي أنا ساعت في الفيزبريس يستدي بتاعته وهي دائما بتذكر هو سعيد اللي قال لي أي حد يمر كده هو سعيد هو دا عشان لو نجحت بردو لك الفضل يعني فأنا ساعتهم في البداية بترتيب الافكار لأنهم عندهم الفكرة قوية جدا هو بلاي جروند بس بفكر مختلف شوي عملوه في الشارقة والآن هم بصدد أنهم يعملون والحمد لله هم شغالين بدوني يعني هم حطيتهم على التراك وهما ما شاء الله عليهم تحركوا بشكل قوي جدا وبقول لها سبب النجاح مش بس أنا ترى سبب النجاح أنت ولما أنا أتكلم مع أي حد أقول لهم هذا الموديل هو اللي يشتغل بالطريقة دي أنه في ناس يشتغلوا في الفيزيبيليتي ويحطك على التراك الصح وإنت لازم تكون لباد المجهود أكبر ومضاعف أنك أنت تنجح المشروع غير أنك أنت تنتظر أنه الشخص يساعدك وأنه ينجح ويوديك ويجيب لي ممول أحيانا كمان فكرة الدعم بالتمويل عند بعض الشركات الناشئة تلخبطت يعني في بعض الناس تستنى تمويل عشان تبدأ حضرتك النهاردة بتأكد على فكرة أول شيء لازم يكون عندك هذا الانجل بمعنى أن أنا بابايا والماما والحد من الأهل عندي أو أنا نفسي عندي المادة ممكن أبدأ المشروع وليس لازم مشروع يعني غالي اليوم بسميها سعر الموبايل أبليكيشن والسوفتوير اللي هي يطور نزل نزل يعني كذا يعني شكل فيه نتكلم اليوم على مثلا 10,000 دولار إلى 15,000 دولار ممكن تعملك سوفتوير يعني كبداية تشتغل فيه مش بالضرورة أنك تعمل سوفتوير بمئة ألف دولار يعني فيه سوفتوير بسيطة ممكن واحد يبدأ بيها مع الوقت بشكل هذا يعني موانسعيد وإحنا متكلم عن نجاحات بنخاف تاني لأنه لحد يفتكر أنه النجاحات دي كانت خالية من لحظات الإحباط والتعثر والفشل طبعا أي أكتر حاجة أو أي أكتر محطة يعني في حياتك تقدر تقول لا ما كنتش موفق فيها يمكن بداية الشركة اللي عندي كالسياط كان فيه كثير من التحديات ممكن تكون أخطاء عملت يعني واحد يعترف يقول أنه عملنا حاجات يمكن تكون خاطئ في البداية كان بالنسبة لي أنا في شركة السياط اللي عندي أن كنا مركزين كثير مع جهات أخرى معتمدين عليهم وإنهم يدون بسمية النجاحات وإلى آخر إذا أصبحت وسيط ما بين شركة وما بين الزبون اللي يكسب في المعملية هاي كلها اللي هو الزبون لأن هو يقول أطيب أوكي تعال وأعملي البرزنتيشن وأنا أعرف ناس كثير معارفي ومعارفي 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 عندي كثير من البرزنتيشن فبالشكل هذا أنا بدي الفكرة وبيدي التعلم للزبون أصبح هو عنده معرفة فلما يصبح عنده معرفة بيبدأ يخطط معرفة الخطة فبيبدأ يخطط أنه يقول أخذ من الشركة أو يمكن أخذ من أي شركة تانية فيبدأ يطور الفكرة بشكل معين بشكل مفيد لأنه هو في المقام الأول بحيث أنه لا يأخذ من عندك نحن نبدأ مجهود كبير نعلم الناس هذا طبيعية في عملية بسمية البيع أنك تعلم الزبون ماهية البرودكت و البرودكت يعمل لكن دائما يأتي بنتيجة في البرودكت وهذا كان في كثير من العدم توفيق فيها لم يكن كثير من الأمور ناجحة الآن لقلنا أنه عملية مختلفة الطريقة مختلفة هي الزبون يقول أنه أنا أريد و بالطريقة نعمل مثل التندر لقلنا الطريقة الأسلام والصحيحة أن الزبون يكون عنده مثل حكومة الفجيرة أو حكومة العجمان من دبي يجعله تندر من فترة ونختار التندر الصح بشكل معين ونقول أننا لدينا شركة مثلا في مصر أو بلد أو الإمارات التي تقدم الخدمة لجهة المعنية هذا في بداية الأمر توقعنا أنه يمكن أن يكون مفيد أكثر يكون أني واصل إلى صاحب القرار بشكل سريع وديركت لدينا أن موضوع هذا ممكن لا يكون مفيد بالشكل هذا الاستفادة الأكبر لما تكون العملية بالعكس لما يكون الزبون نفسه هو الذي يطلب الحاجة هذه طبعا في عملية أيام الوظيفة كانت فيه أخطاء كثيرة ومشاكل فلسفتك في التعامل مع الفشل والإخفاق تعلم تعلم يتعلم وأنه يصلح قد لا يستطيع وتفاؤل يقول أنه لا أعلم شيء كشخص الأخطاء يتقل ويتذهب الأخطاء هذه أنا أتعلم منها وفعلا الناس الذين يخطأ هم بشر في نهاية المطاف فنحن يجب أن نتعامل معهم بهذه الطريقة التي فيها تعلم حسنا أنت عملت الخطأ هذا تعامدا أو كان خطأ إذا كان تعامد هذا أمر آخر له طريقة مختلفة أما إذا كان خطأ يمكن أن يتعلم منه ليلة نتعلم والحياة تمشي الحمد لله يمكن هذه الفترة كانت فترة صعبة جدا كما حصل في مصر 2010-2011 لما صارت في قضية الثورة تسجيل لكن دائما تسميها التحديات موجودة والتحديات موجودة ونحن كبشر محتاجين دائما أن لحط هذا التوقع أن دائما الحياة ليس سهلة حياة الشخصية وحياة العملية هقول لحضرتك شوية كلمات وقول لي تعريفات في كلمة واحدة بردو ممكن كلمة أصاد كلمة تعريف حضرتك للمنافسة المنافسة شريفة شريفة تعريفك للفشل تعلم الإخفاق النهوض النجاح أشكر من جاب لك النجاح الناس أني معك هما السبب النجاح مش أنت الفريق بريق اختار التليكم التليكم قطاع يعني لا يمكن الاستقناء عنه قطاع مهم هو قطاع أيضا هو مثل ما يقول عنه اللي هو في المقدمة لأي اقتصاد في أي بلد الشراكات مهمة أيضا الاختيار للأشخاص أو اللي هم الأفراد أو الجهات اللي تستعامل معها الاختيار مون سعيد احنا بنشكرك على وقتك وعلى أنك نورتنا في شغل عالي بس احنا قبل ما نسيب ترابيزة شغل عالي فيه هنا تعهد فتسمح لنا يعني نعمل تعهد مع حضرك احنا كبرنامج تعهدنا قدام الناس أنه في كل حلقة يبقى فيه فرصة لما الناس بتشوف النجحين بتتمنى تبقى زيهم فاحنا من خلال الحلقة بتاعت حضرتك عاوزين نفتح فرص بالإمكانيات المتاحة أنك تدعم باستشارة فنية بس وتقنية عدد من الشركات بس بالاستشارة فتقدر تقدم لهم ايه من خلال منصة أبسكيل وبرنامج شغل عالي بالله يعني على حسب مراحل المشروع يعني كان المشروع في بدايات في الوسط في مرحلة اللي هي الاستثمار واللي بسميها النمو يعني والجروث يعني على حسب المرحلة أنا أقدر أساعد إن شاء الله طيب نقول أربع شركات ناشئة في مجال الاتصالات ياخدوا منك استشارة لمدة نصف ساعة كل واحدة منهم ممكن فإحنا عاوزين كده ساعتين بس من وقتك إن شاء الله من خلال صفحة البرنامج هنفلتر لحضرتك أفضلهم وأنا متأكد أن الحلقة دي هتكون نعم هنفلتر شفت بنتكلم إزاي هنقوم بالفلترة عشان نفس السعيد بيقول إن احنا عاملين لغة جديدة عربي وإنجليزي شكرا مشكورة شكرا شكرا وإن شاء الله لكم نجاح وإن لقاءات أخرى كل الترو لإنه مش بس تكلمنا فيها عن الاتصالات والتالي كومينيكيشن والعالم الواسع والفرص غير المحدودة اللي موجودة فيه لكن كمان أخدنا منه وعد بإنه يعمل منترشيب أو إرشاد لأربع ستارتابس بيشتغلوا في مجال التالي كومينيكيشن من خلال منصة أبسكيل لتفاصيل أكتر رجعوا الكابشن الموجودة للفيديو ده وتابعونا على منصة upscale-eg.com لو عجبتك حلقة النهاردة دي وبالأخص لو مهتم تتابع منظومة الرياضة وأخبار إدارة المنظومة الرياضية لأنه موضوع بيهم الناس كتير ما تنساش تتابع حلقة المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب ورياضة الأسبق اشتركوا في القناة